اشتركوا في القناة انت الصاحل اللي حد دلوقت معرفاش انام اتوحشت امي امي كانت سات طيبة جاوي وحنيمة مكنش في حاجة في حياتها غيري عارف اراضي لا ارحمه مكنش في حاجة كيف انا خايفة جاوي ان ابي ده هيعمل المصيبة لو عارف اني جاعد عندكم امي اللي هتوقعد لوحدك لا سب الزات عندكم ابي صراحة مبيحبكمش اكتر امور اسمع وينبه على امي لتعدي ولا تسلم الى حاجة انا جاهد معرفاش ليه بس والله كان بيعمل كدير الله يحدي هو صح ابوي باعت ناس تكتلك اه عشان يعني العالجة اللي ادي تهله تعرف انا امي ببساط نصعته الله يا رغضة لو الموضوع عندي كنت اتنزلت له عشان خاطر عيونك بس ده موضوع كبير معارفش حل ده طيب جوي علي بيه ايه علي بيه ده اسم علي علي بس ماش يا علي يلا اطلع اوطك صلي ركعتين وادع لامك ونامه حاضر ممكن نسألك سؤال؟ يسأل يا رغضة هتعمله ايه في موضوع تجليله صعبان علي يا جوي صعبان علينا كلنا خايف عليها من غفران محدش يقدر يعمل له حاجة طول ما نعايش يلا اطلع اصلي ونامه مالاش رابي حاضر الله يرحمك عزيزي الله يرحمك عاببتي امي فين؟ رايحة جبالك للولد جبها منين؟ من مكان بعيد اياك تكون فاكر ان امك في البلد هنا؟ لا انا عديت عليك بس عشان قلتلك اني ارجعها لك اللي لا دي وانا مسافر دلوك عالطريق وبكرة امك هتبقى عندك هركب معاك العربية دلوك وروح انجبها لا اروح لوحدي عشان انا مخبيها في مكان بعيد مش عايز حد يعرفه عشان فيه حاجات تانية مكان سري كيف ارض الافيون بتاعتك مسافة السكة اروح وارجع وكيف ما قلتلك امك هتبقى عندك بكرة وانا عندي كلامي وانت عارف ماشى عالصاف همشي وراك واستنى هترجع بكرة بس خليك عارف ان دي اخذك معايا وبعدك ده رب العالم انت دلوك بتهددني لو ما جبتهاش هتكتلني وقبلك ده بتهددني لو جبتها برضك هتكتلني طب ما بلاها مشاوير ومليون ساعة سواجة ووجع ضهر واكتلني دلوك واخلص حجك تتنطط على الشجر كيف الجرود طول ما حاشت في يدك وقتك افرح وتكلم وقول اللي انت عاوزه وافضل ساكت وارجع واجولك بس ان هي هترجع بكرة بس ورحمة ابوي لا خليك تندم على كل حاجة هخليك تكره اليوم اللي طلعت فيه من السجن واخليك تحس ان امانك راح يوم رجلي خطت بره باب زنزنتك انا مش هرد عليك دلو كومك معاي انا هرد عليك لما مامك تبقى في يدك عشان ساعتها انت اللي هتحس ان امانك راح يوم رجلي خطت بره باب زنزنتي